بسم الله الرحمن الرحيم مسألة تقول اوجد جذر مية في مية و واحد في مئة و اثنين في مية و ثلاثة الكل زائد واحد وكل هذا تحت الجذر عشان نحل هذه المسألة اول شي نحاول نبسطها فنحط المئة تساوي سين نحن نعد كتابة المسألة بتصير سين مئة في سين زائد واحد في سين زائد اثنين في سين زائد ثلاثة بعدين عندنا زائد واحد وكل هذا تحت نفس الجذر جميل احين نضرب السين مع القوس الاخير وهذه القوسين نضربهم مع بعض فيصبح عندنا سين في سين 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 ثلاثة ثلاثة سين هذا السين مع القوس الاخير القوسين الوسطيين سين في سين سين تربيع سين في اثنين اثنين سين واحد في سين سين ثلاثة سين ثلاثة 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 سين فيصبح عندنا صاد في هذا سين تربيع ثلاثة يسوي صاد صاد زائد اثنين زائد واحد جذر نضرب صاد في صاد صاد وست اثنين صاد في اثنين اثنين صاد زائد واحد جذر لا تنسى نلاحظ ان هذا مربع كامل من صاد زائد واحد وعندنا جذر فالجذر يروح مع التربيع يبقى صاد زائد واحد صاد نرجع قيمتها كم تسوي صاد تسوي سين تربيع زاد ثلاثة سين عندنا زاد واحد سين تربيع نرجع حين السين كم تسوي في البداية مئة مئة تربيع زاد ثلاثة ثلاثة في مئة ثلاثمية يعني بيطلع زاد واحد جميل مئة تربيع أربعة صفار عشرة ألاف زاد ثلاثمية زاد واحد فبيطلع الجواب النهاي كل مرة تضع يصوي طبعا أنا ما حطيت بيطلع الجواب واحد صفر ثلاثة صفر واحد عشرة ألاف ثلاثمية وواحد